اختتمت بعثة من كلية العمارة في جامعة الكويت زيارتها إلى لبنان للإشراف على تصميم خمسة نصب تذكارية تحمل اسم الكويت ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المسؤولة عن المشروع ضحوك البنوان قالت إن بادرة لبنان بشأن النصب التذكارية ترمز وتؤكد عمق العلاقات بين الشعبين اللبناني والكويتي ومشيرة إلى أن مشروع النصب سينفذه أحد عشر طالبا وطالبة فازت تصاميمهم في مسابقة الصندوق